بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم كل سنة وانتوا طيبين النهاردة ذكرى طبعا بالتأكيد افتتاح قناة النادي الأهلي مرور 11 سنة على هذا الصرح العملاق الصرح الإعلامي الكبير قناة النادي الأهلي أول قناة رياضية لنادي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي القرى الإفريقية حدث مهم جدا بنتذكره كل سنة لكن مع مرور الوقت ومع مرور السنوات بنحس أكتر وأكتر بقيمة هذا الصرح الإعلامي الكبير قيمة هذا المكان وليس ولد اللحظة لكن كل سنة بنتعلم وكل سنة بنشوف الجديد ويمكن أنا من المحظوظين اللي كنت من أوالي الناس اللي كانت موجودة في قناة النادي الأهلي يوم 6 أغسطس عام 2008 بعد 11 سنة وطوال 11 سنة الواحد شاف 11 سنة دول يعني إيه إعلام محترم يعني إيه إعلام هادي الخط الفاصل وانت بتشتغل كإعلام حماس بالتأكيد جمهور النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وفي نفس الوقت تحافظ كمان على قيم ومبادئ النادي الأهلي ولما بتمثل النادي الأهلي إزاي تحافظ على قيم ومبادئ النادي الأهلي ده شيء مهم جدا طبعا 11 سنة اتقدم فيها الكتير والكتير ولسه بالتأكيد قناة النادي الأهلي ما زال لديها الكثير لكي تقدمه لكل جمهير النادي الأهلي والشعب المصري العظيم في كل مكان فترة مهمة جدا من فترات الإعلام الرياضي المصري بل من فترات الإعلام الرياضي العربي قناة النادي الأهلي كانت مرئاة مهمة جدا لكل جمهور النادي الأهلي نقل الكواليس متابعة التدريبات متابعة الألعاب الرياضية الأخرى داخل النادي الأهلي البرامج الثقافية البرامج الاجتماعية نقل اجتماعات مهمة جدا قرارات مصيرية احداث مهمة جدا 11 سنة فيهم كواليس وفيهم تفاصيل لو عادنا نتكلم فيها من نهاردة لغاية 6 اغسطس السنة القادمة بالاحتفال بال12 سنة هيكون لسه عندنا كمان زكريات وحكايات كتير برامج ثقافية برامج اجتماعية امور كتير جدا لو عادنا نتكلم فيها مش هنوفي طبعا كل السنين اللي فاتت حقها فيه اللي تقدم بالنسبة لكل جمهور النادي الآلي السهرة النهاردة بالتأكيد لسه مستمرة مستمرين النهاردة معاكم في السهرة الخاصة النهاردة حتى منتصف الليل وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي لسه فقراتنا مستمرة بتأكيد الفقرة السنية النهاردة بعد زميل العزيز عمر ربيع ياسين بتشرف انه النهاردة معايا كاتب صحف كبير انا من ضمن الناس برضو اللي كان لي الحظ ان هو اشتغل معا لان كاتب صحف كبير كان بيقدم بالتأكيد برنامج جلق قيمة كمان مهمة جدا برنامج البيت الكبير برنامج كان رياضي اجتماعي كان لي كده اطلالة مختلفة في فترة من الفترات وكان لي دور ان هو بالتأكيد ينقلك الصورة عن الناحية الاجتماعية والناحية الثقافية المتعلقة بالنادي الاهلي ورموز النادي الاهلي وفترة من الفترات ايضا كمان ازاي تقدر تعمل كمان اواصل علاقات وطيدة مع الاندية الاخرى ونجوم الاندية الاخرى عبر شاشة قناة النادي الاهلي أيضا كمان نجوم الفن ونجوم المجتمع الأهلوية كان ظهورهم عبر هذا البرنامج مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نصر الأفاصل بالتأكيد النهاردة عيش عرفني في الفقرة الحوارية وضيف الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهل الليلة زي ما أقول لكم يمكن فترات طويلة جدا قناة النادي الأهل قدمت فيها أحداث مهمة أحداث رياضية وبس مش في القرى الإفريقية أو من خلال مصر لا كمان في المنطقة العربية في أحداث مهمة جدا كانت قناة النادي الأهل لها الرياضة والسبق في نقل أحداثها عندما مثلا لما النادي الأهل حصل على جائزة محمد بن راشد المكتوم جائزة الإبداع الرياضي في إمارة دبي عام 2014 كانت جائزة مهمة جدا قناة النادي الأهل كان لها الدور والسبق في نقل أحداث هذه الاحتفالية وحصول النادي الأهل على هذه الجائزة أحداث إفريقية وكواليس إفريقية عظيمة وعظيمة جدا في فترات سابقة وبطولات تكلها يعني شن ورنى 2013 و2014 وحتى في بدايات 2008 أول إطلاق أول يعني إطلالة لقناة النادي الأهل عام 2008 كان مع أول بطولة إفريقية في عصر القناة عام 2008 بعد الفوز على القطن الكاميروني والتغطية اللي كانت الحية هناك من مدينة تاجر وفي الكاميرون ثم توالد التغطيات والمتابعات الحصرية لفريق قرة القدم عبر سنوات متتالية 2012 في تونس 2013 أيضا مع أورنالدو بيراتس بطل جنوب إفريقيا 2014 مع سيوس بوري الإفواري طبعا أحداث كانت مهمة جدا ممكن في بعض الأحيان لما كانت فيه مباريات بيتبقى فيها أحداث غريبة أو مطار غزيرة أعادة مباراة كانت دايما كل الكواليس عبر شاشة قناة النادي الأهلي حتى تدريبات الفريق الأول حتى اللقاءات الحصرية كل شيء وكل الجديد كان دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي شرف كبير جدا وإنت بتنتمي لهذا الكيان العريق ممكن في بعض الأحيان بتبقى حريص أنك تتواجد في مكان أو تنتقل من مكان لآخر لكن طول ما أنت موجود في قناة النادي الأهلي أو اسمك مرتبط بشعار النادي الأهلي بيبقى فخر كبير جدا فخر عظيم جدا ما بيحسوش غير اللي موجود داخل الكيان لأنه بيشوف حاجات وتفاصيل أولاد جدا ما يشوفها بشكل عام فبالتالي طول ما أنت موجود داخل قناة النادي الأهلي بتحس بكل هذه المشاعر وكل هذه الأحاسيس وبتبقى أنت من جواك حريصة أنك تستمر وأنك تكون موجود داخل هذا المكان الكبير جدا الصرح العملاق الصرح الإعلام الكبير جدا قناة النادي الأهلي وإحدى أو أحد المنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي النادي الأهلي كان ليه السابق والريادة في إطلاق مجلة النادي مجلة الأهلي عام 1974 وأيضا قناة النادي الأهلي أول قناة رياضية متخصصة متعلقة بقناة النادي الأهلي ومتعلقة بالنادي الأهلي إطلاقها عام 2008 ثم كان البس الرسمي بعدها بعام متتالي بالتأكيد حدث مهم جدا محتاجين نتكلم في الزقريات والكواليس بسرعة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ممكن أنا سعيد أن أنا موجود معا النهاردة لأنه أحد أسد زيتنا اللي كان ليهم دور كبير جدا في قناة النادي الآله وكان لي الشرف أن أنا اشتغلت معاه في فترة من الفترات الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نصر الأفاص كواليس وأحداث وحاجات مهمة جدا نتكلم معا عن زقرياته مع قناة النادي الآله وبرنامج البيت الكبير ولكن بعد الفاصل